اشتركوا في القناة اتدى بهذه وصار على نهجه الى يوم الدين اما بعد امة الاسلام فان قوة الامة ورفعتها وازتها مرتبطة بقوة علاقات افرادها قوة العلاقة التي تتمثل في الاخوة والتحاب والتعاون ولا يتم ذلك الا بنبذ اسباب التفرق والتمسك ومن هنا فقد وردت النصوص الشرعية من قرآن وسنة مبينة لنوع العلاقة التي ينبغي ان تسود بين المسلمين مثل المؤمنين في تراحومهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه اطون تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى انما المؤمنون اخوة فاصلئوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون كما وردت نصوص اخرى تحذر امة الاسلام من اخلاق وصفات من شأنها اذا فشت في المجتمع ان تحول الاخوة الى عدوة والتحاب الى تباغط والتعاون الى تخازن يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عثى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عثى ان يكون خيرا منهم ولا تلمز انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بيث الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايو حب اهدكم ان يأكل لحم اخيه ميدا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب الرحيم يا ايها الناس اننا خلقناكم من ذكر وانسى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم ان ذا الله ادقاكم ان الله عليم خبير ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الذن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا اباد الله اخوانا اخرجه البخاري بارك الله لولكم في القرآن الازيم ونفعني وإياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله واصحابه اشمعين اما بعد اخي المسلم عليك ان تشعر بان كل مسلم اهوق وينبنج ان تكون هذه الاخوة مصدر رحمة وعطف للاخرين وتعاون معهم على البر والتكوى اخي في الله لا تذخر من احد مهما ظهر صغيرا او حقيرا في عينيك وربما كان اعظم منك واعز منك في عين الله اخي العزيز لا تذلك الالقابة السيئة على اخوانك المسلمين ولا تنادي احدا باسم الفاسك او الكافر او الزاني او المنافق واعلم انها ستعود عليك اذا كان صاحبك بريئا منها اخي الكريم اياك ان تتهم مسلما او تظن به سوءا من غير دليل وانا فانت مقترف الاسما اخي في الله اهذر من ان تتجسس على مسلم او تهتك له سترا او تفشي له سرا واعلم ان من اتبع اورات المسلمين يدبع الله اورته ويفضحه في بيتي اخي الكريم لا تقتابن اهده وتكزس من الغيب كما تتكزس لأكل لهم اخيك اخي في الله لا تحقرن اهدا لنسبه او قبيلته او لونه او وطني فالاسلام لا نسب له ولا وطن ولا لون فهو دين الجميع من رب الجميع اخي في الله لا تحصد اهدا على نيمة ساكها الله له وانا فانت مؤترض على تسمة الله اخي الكريم لا تبغض مسلما ولا تقاطعه ولا تجر له ظهره الا لسبب شرعي اخي الكريم التزم بهذه الاخلاف لتكون لبنة قوية في بنية الامة واضوا صحيحا في جسم المجتمع هذا وقد امرنا الله تعالى بعمر بدأ فيه بنفسه فقال ازدا من قائل ان الله وملائكته يسلون على النبي يا ايها الذين امنوا سلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى اهله واصحابه وسلم تسلما كثيرا اللهم عايز الاسلام والمسلمين اللهم وان supporters اللهم انسView المسلمين في كل مكان اللهم اكتب لهم النصر وانتعيد يا كريم لا اله الا انت سبحانك ان اكنا من الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصله لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا وجل الهيات زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وثبنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا أذاب النار اشتركوا في القناة